اشتركوا في القناة من جملة تلك العبر الذي فعله الإمام الحسين بجثة عبد الله الرضيع جاء به إلى أخته زينب وقال خذيه ثم وضع يديه المباركتين تحت دم عبد الله وكم كان دمه مقدار بسيط من الدم كان في جسم ذلك الطفل الرضيع قطرت قطرات من دمه في يد الحسين ثم رمى بالدم إلى السماء ثم قال اللهم إن كنت قد حبست عنا النصر فاجعل ذلك لما هو وخير لنا في الآجل في يوم القيامة ثم دعا على أولئك القوم دعا عليهم وبدعائه دمرهم ورماهم في مزبلة التاريخ بني أمية اليوم موجودون في بعض الأماكن لكنهم يستحون يخجلون لا يستطيعون أن يرفعوا رأسهم ويقولوا نحن بني أمية مع أن بني أمية حكموا ألف شهر ثمانين عام حكموا كل مصائر الناس وموارد الدولة كانت بأيديه ثم جاء وحفر لعبد الله الرضيع في ظهر الخيمة حفر حفرة صلى عليه ودفنه بثيابه في تلك الحفرة هذا لم يفعله بأي واحد من الشهداء لا بالعباس ولا بعلين الأكبر ولا بالقاسم ولا ببرير ولا بحبيب لم يفعل ذلك إلا بالنسبة إلى عبد الله الرضيع والسبب كيف يرجع هذا الطفل مذبوحا إلى أمه أمه كانت تتوقع أن يرجع الحسين وقد سقى ولدها لكن يرجع بها مذبوحا ما أراد أن يؤذيها وهي أم والأمهات تعرف ذلك لكنه دفن عبد الله الرضيع في خلف الخيمة ومع ذلك فالقوم لم يتورعوا فيما بعد في أن يفعلوا شيئا فضيعا بحق جثة عبد الله الرضيع ولنا حديثا في ذلك فيما بعد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآهل بيتها الطيبين الطاهر ترجمة نانسي قنقر